بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأحبة ما هي أطول آية في القرآن العظيم؟ إنها آية الدين صفحة كاملة من صفحات القرآن تحتوي على آية واحدة فقط هي آية الدين خصص الله سبحانه وتعالى الحديث في هذه الصفحة أو في هذه الآية عن المعاملات اليومية ونظام التوثيق والعقود وكاتب العدل وغير ذلك الحقيقة أنا تأملت هذه الآية فوجدت أن هناك بالفعل إعجازا يشهد على أن هذا الكلام لا يمكن أن يأتي من قبل رجل يعيش في القرن السابع الميلادي لابد أن يكون كلاما محكما إلهيا سنثبت ذلك أيها الأحبة هذه الآية رقمها 282 في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أول شيء سنعدد بسرعة الإعجاز في هذه الآية أول شيء هذه الآية تحتوي على نظام التوثيق يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أمرت هذه الآية المؤمنين أن يكتبوا هذا الدين وهذا منتهى الدقة في القرآن الكريم أيها الأحبة لا ننسى أن القرآن نزل في عصر أو لنقول كما يدعي الملحدون يقولون النبي كتب القرآن النبي كان يصدر العنف والذبح والإرهاب واستفاد سياسيا وعسكريا وجنسيا وماليا وكان كذا كذا ما الذي يهمه بموضوع توثيق العقود يعني رجل كهذا أنتم تصورون النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسعى للسلطة والشهر والمال والمتعة متعة النساء لماذا يهتم بنظام العقود لماذا يهتم بنظام التوثيق أول تنظيم للعمليات التجارية تم في العهد الإسلامي أيها الأحبة يمكن أن نقول إن القوانين التي نجدها اليوم قوانين الكاتب بالعدل موجودة في هذه الآية دعوني أقرأ معكم نظام الكاتب بالعدل لخصه لنا القرآن بعبارة بسيطة وليكتب بينكم كاتب بالعدل إذن أنتم تقولون أيها الملحدون النبي كان يهمه المال والشهر وكذا لماذا يأمر بالعدل؟ أرجو أن تجيبوا لماذا النبي يأمر بالعدل؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل ثم إن القرآن أمر بكتابة كافة التفاصيل كافة التفاصيل حتى التفاصيل الدقيقة يجب أن تكتبها ولو المبالغ البسيطة التفاصيل الدقيقة يجب أن تكتب الله تعالى يقول في نفس الآية ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله إلى أجله إذن أنت ستكتب ما لك أو ما عليك وتحدد الأجل متى؟ العقد الذي لا يوجد فيه أجل أيها الأحبة غالبا ما يكون غير ملزم يعني مثلا أنت أعطيت شخص مبلغ من المال وكتب بالفعل أنه أخذ منك مبلغا من المال ولكن لم يكتب متى سيرده لا قيمة للعقد من دون أجل لا قيمة له تقول له مثلا أنا سأرده يوم القيامة مثلا يعني لا يوجد أجل إذن هنا القرآن يعني تبرز دقة القرآن ولا تسأموا أن تكتبوه كبيرا أو صغيرا أو كبيرا بدأ بالصغير قبل الكبير سبحان الله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله إذن خبراء القانون يقولون إن أهم ركن من أركان العقد التواريخ والأجل ومدة العقد وزمن تسديد الدين القوانين الحديثة تلزم الكاتب والشهود بالشهادة إذا تم استدعاهم للقضاء إذا حدث خلاف الله تعالى قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله الذي لديه الخبر بالكتاب يجب أن يكتب لا يجب أن يأبى أو يقول أنا لا ليس من مصلحة هذا أمر إلهي وفيه أجر أيضا كتابتك لعقد بين إثنين إذا كنت عادل ولديك خبرة وتتقن هذا العمل فينبغي أن لا تأبى ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله ثم يقول تعالى وليملل الذي عليه الحق يعني يجب أن يكون هناك عمليات إقرار ورضى ويردد عبارات تفيد بأنه موافق لا مجرد أن نكتب ويوقع ويمشي لا يجب أن يقول لك هل أنت موافق على البايع هل أنت موافق على الزواج مثلا هل أنت موافق على الصفقة الفلانية إلى أجل محدد الدفعات كذا كذا يجب أن تذكر كل هذه التفاصيل وهذه أمر من الله إذا طبقتها أيها المؤمن لك أجر عند الله سبحانه وتعالى هذه عظمة الإسلام أنك حتى بمعاملاتك التجارية عندما تلتزم بالعدل وبهذا النظام الذي أمرك الله به أن تتأخذ ثوابا على هذا العمل مع أنك تقوم به بشكل روتيني سبحان الله الآن هذه الآية تضمنت نظام الولي والوكالة يعني مثلا هناك أشخاص غير مؤهل للبيع أو الشراء قانونيا أو ليس لديه قدرة أطفال مصاب بأمراض عقلية إلى آخرين الله تعالى يقول فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل هذا ما يسمى نظام الوكالات اليوم أن توكل شخص ببيع أو شراء أو كذا فليملل وليه بالعدل انظروا كم يؤكد القرآن على العدل القرآن يؤكد كثيرا على موضوع العدل أيها الأحبة لذلك هذا هو الإسلام الإسلام دين العدل والذي يعني نحن رأينا في الدكتاتوريات الكثيرة عبر التاريخ مثل هتلر وغيره وغيره هؤلاء لم يكن لديهم عدل ولا يمكن أن ينادي بالعدالة شخص مثل هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان كما تصفونه من العنف يعني الأشياء التي تصفونه بها لماذا ينادي بالعدل ويكرر العدل ثم يعني نظام الوكالات في البلاد العربية مأخوذ بالكامل من القوانين الغربية والقوانين الغربية لو تأملناها جيدا نجد أنها موجودة في القرآن بشكل عام يعني القرآن يعطيك الخطوط العريضة فلذلك نحن لماذا لا نقول إن قوانين القوانين التي نعمل بها في بلداني الإسلام مأخوذ من القرآن مباشرة ما هذا يعني مثلا أيها الأحبة نظام الشهود تضمنته هذه الآية الله تعالى يقول وأشهد إذا تبايعتم نظام الشهود موجود عالميا هذا نظام قرآني ثم يقول بعد ذلك محددا عدد الشهود اللازم لضمان عدم كذب الشاهد لأن الشاهد واحد قد يكذب قد يتواطأ قد يظلم لذلك قال واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل ومرأتان طبعا المرأة هنا أيها الأحبة لأنها ضعيفة وخلقت من ضلع ولأنها مخلوق عاطف حساس الإسلام يراعي هذه الناحية فسمح لها أن يكون معها مرأة أخرى هذا تكريم لها يأتي الملحدون يقول الإسلام يهين المرأة ويعتبر شهادتها بنصف شهادة لا يوجد في القرآن أن شهادة المرأة نصف شهادة هذا الكلام غير موجود أيها الأحبة القرآن يقول إن المرأة مخلوق مكرم كيف علمت أنا ذلك القرآن يقول وعاشرهن بالمعروف الأمر للرجل فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا إذن هذا تكريم للمرأة حتى لو كرهتها لو لم تحبها وجدت فيها يعني صفات أنت تكرهها فهذا الأمر ينبغي عليك إذا أردت أن تعمل وتستجيب لنداء الله وتعمل بتعاليم القرآن يجب عليك أن تنظر للمستقبل وتقول كما قال الله تعالى فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أعطاك أمل القرآن أعطاك أمل أن هذه المرأة فيها خير كثير طيب القرآن أو الكتاب الذي ينظر إلى المرأة بهذا الشكل يسميها الخير الكثير هذا يهين المرأة عندما قال فرجل وامرأتان أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى لماذا أنت في الامتحان الشهادة صعبة أيها الأحبة الشهادة هي امتحان حقيقة أنت دخلت إلى قاعة امتحان هل تحب أن يكون معك أحد يساعدك أيهما أكرم لك وأفضل ويعني أسهل أن يكون معك شخص يساعدك على الإجابة لكي لا تضل أو تخطئ أو تنسى أم تدخل لوحدك كل واحد مننا يتمنى أن يدخل إلى الامتحان ومعه شخص لكي يعينه إذن هذا تكريم عندما يسمح لك بإدخال شخص آخر معك للشهادة أو للمحكمة أو للامتحان فهذا تكريم لك انظروا كيف الملحدون يعكسون يعكسون الحقيقة ليس استصغارا لعقل المرأة أيها الأحبة وليس يعني إنقاصا لقيمتها أو قدرها لا بالعكس هو القرآن يريد أن يعلي من شأن المرأة فسمح لها أن تأتي بامرأة أخرى لتواسيها لأن الظروف المحكمة والشهادة ضغط نفسي والمرأة مخلوق عاطفي مخلوق أضعف من الرجل حساس أكثر من الرجل المرأة تكتئب أكثر من الرجل علميا لذلك سمح لها مراعاة لحالتها النفسية والله أيها الأحبة بل إن الذي يفهم هذه المعاني أنا أتصور أن المرأة ستكون في قمة السعادة لو طبق التعاليم الإسلام والرجل لو طبق فقط هذه الآية في حياته الزوجية فإن كرهت فإن كرهتمهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لو طبق هذه الآية والله لكان أسعد الناس مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل سينتظر دائما الخير سيعيش حياة متفائلة كلها أمل إذن أيها الأحبة هذه الآية أيضا وضعت قانون الشهداء الذين يشهدون قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي أنك إذا دعيت للشهادة ينبغي أن تذهب ولا ترفض وهذا المبدأ موجود في القوانين الحديثة أيضا أقره القرآن قبل 14 قرنا ثم ثم أشار القرآن هناك شيء يعني القاضي من حق القاضي أن يختار الشهود ويرفض هذا ويقبل هذا حسب عدالة الشاهد لذلك القرآن قال ممن ترضون من الشهداء يعني يجب أن يكون للشاهد مثلا ألا يشتهر بالكذب ألا يكون منافقا ألا يكون كذا عدلا صادقا هكذا خبراء القانون أيها الأحبة يقولوا ليس ضروريا كتابة كل شيء كل شيء ليس من الضروري أن نكتبه لذلك الله تعالى يعني هناك عمليات يومية يمكن أن تتم بسرعة القرآن القرآن قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها إذن أيضا ترك لك مجال للمعاملات السريعة واليومية نظام الرهن أيها الأحبة أيضا قال عنه القرآن فرهان مقبوضة يعني عندما يكون تريد أن تربط الكلام أو تشتري شيء ولا تدفع ليس متوفرا معك الثمن وتعطي يعني نوع من الرهن فرهان مقبوضة ثم قال فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه كل قوانين الدنيا لا تستطيع أن تضبط الإنسان إلا هذا القانون الإلهي إلا إذا خاف الإنسان من الله وليتق الله ربه لا يمكن أن تضبطه حتى لو أخذت عليه مليون شيك ومليون سند أمانة لا يلتزم ربما يسافر ربما لا يلتزم إلا طبعا إلا ضميره إذا كان ضميره حي ولكن الذي يلزم الإنسان هو الخوف من الله سبحانه وتعالى لذلك أمر الله بأن تؤدي الأمانة طبعا هذا كلام نبي كما تقولون أيها الملحدون يريد الشهر والمال يوصي فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه هناك نظام أيضا في هذه الآية لحماية الشهود وعقوبة الشهادة الكاذبة ولا يضار كاتب ولا شهيد يعني إياك أن تؤذي كاتب أو شهيد سبحان الله وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم اعتبره فسق ثم أمر سبحانه وتعالى قال ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إذن أيها الأحبة هذا النظام والله يعني أنا أنا أتصور أن هذه الآية كأنها أنزلت اليوم تحاكي القوانين الحديثة تأمر بالعدل تأمر بأداء الأمانة تأمر بأن تكتب كل شيء صغيرا أو كبيرا تأمر بنظام الشهود بمراعاة إذا كان الشاهد مرأة بمراعاتها ليس أن تعتبرها هكذا يعني مثلها مثل الرجل لا يجب أن تراعي حساسيتها واتقوا الله ويعلمكم الله يعني أنظروا أيها الأحبة أن هذه الآية انتهت والله بما تعملون علم والله أيها الأحبة أنا لو جلست أقرأ هذه الآية وأتأمل ما فيها لن أنتهي حقيقة آية فيها يمكن أن تصنع مجلدات فلذلك أيها الأحبة يعني موضوع التقوى تكرر ثلاث مرات وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا واتقوا الله ويعلمكم الله وليتق الله ربه يعني تتكرر كثيرا التقوى والخوف من الله ذلكم أقصط عند الله القسط وأقوم للشهادة الشهادة المستقيمة وأدنى أن لا ترتاب أيضا يريد أن يصرف عنك أدنى ارتياب طيب ما هذا الكلام العظيم هل هذا كلام يصدر من إنسان يصفه الملحدون أنه يسعى للجنس والمرأة طيب أعطوني ديكتاتور مثلا لديه مثل هذا النظام ويطبقه على نفسه هل رأيتم يعني إنسان مجرم أو ديكتاتور أو شخص مثلا من الذين ذبحوا وقتلوا وعنفوا يمارس العدل على نفسه أولا أليس النبي هو القائل يعني أقسم أن فاطمة بنت محمد لو سرقت لقطع يدها أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وكلنا نعلم أن النبي كان يبدأ بنفسي النبي لم يكذب لم يأكل مال أحد لم يظلم أحد أحدا لم يعتدي على أحد لم تخرج منه كلمة سيء لأحد طيب هذه المواصفات تدعوني أنا كإنسان يعني الله أعطاني عقل أن أفكر أن هذا بالفعل إنسان صادق في دعوته وأنه بالفعل رسول من عند الله سبحانه وتعالى لذلك والله مهما وصفنا أهلا نصفه كما وصفه ربه عندما قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر